احتفلت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين بعيد الاتحاد الثالث والخمسين لقيام دولة الامارات وذلك بحضور نخب وطنية ودبلوماسية واجتماعية كبيرة مع عكس ما يحمله شعب مملكة البحرين من حب وتقدير لدولة الامارات وشعبها الشقيقة تحت اضواء المساء وفي اجواء تسودها مشاعر الفخر والاعتزاز بدأ الحفل بالنشيدين الوطنيين لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين وكأنهما يجسدان وحدة المصير وروح التلاحم الخليجي موقع متحف البحرين الوطنية الذي احتضن هذا الحفل بدأ وكأنه لوحة فنية تنبض بقصة النجاح الاماراتية التي تمتد لأكثر من خمسة عقود احنا علاقاتنا الوطيدة ما بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية الشريقة هي علاقات ممتدة من الجذور ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان تمتد الى الابد ان شاء الله هذه المناسبة عزيزة علينا وغالية نتمنى التوفيق للجميع بدولة الامارات لان فعلا علاقاتنا احنا متميزة ومثل ما خبرتك سواء على مستوى القيادة او على مستوى الحكومة او على مستوى حتى البرلمان جهة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه دائما يوجه الى تقوية كل ما يمكن تقويته بين البلدين الشقيقين سواء كان في المجالات السياسية المجالات الامنية المجالات الاقتصادية المجالات الاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات فنحن الحمد لله سعيدين ان نكون يعني تحضى هذه العلاقات بالتميز الذي يمكن كثير من الدول لا تحضى بهذه العلاقة الاحتفال تحدث بلغة الانجازات مذكرا الحضور بمسيرة وطن كان الاتحاد اساسه والطموح دليله 53 عاما من الريادة جعلت من الامارات العربية المتحدة نموذجا عالميا في التطوير والتقدم الكلمات التي ألقيت في الحفل لم تكن مجرد عبارات احتفالية بل كانت اشادة بمسيرة عظيمة ومسعى مستمر نحو المستقبل الذي تتجلى ملامحه في كل خطوة تخطوها الامارات اليوم سعيد جدا بتواجدي في احتفال استفارة الاماراتية بعيد الاتحاد لدولة الامارات العربية المتحدة كل التهاني والتبركات لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بهذا اليوم اللي نعتبره جزء من احتفالات البحرين ايضا ومن عيادها الوطنية دولة الامارات والروابط الوثيقة بين البلدين بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمل بن عيسى الخليفة واخوه سمو الشيخ محمد بن زايد الروابط دائما تتوثق وتتعزز على جميع المستويات سواء على المستوى الحكومي وعلى المستوى المجتمعي وعلى المستوى الثقافي فهنيئا لدولة الامارات هذا اليوم إن شاء الله بإذن الله دوم العياد وتتجدد بإذن الله أمن ورخاء ونماء بإذن الله في البداية نرفع اسمايات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وإلى سيدي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عاهد أبو ظبي وحكام دولة الإمارات وشعب دولة الإمارات في البداية نشكر مملكة البحرين قيادة وشعبا على هذه الحفاة والمشاركة في هذه الأفراح وعيد دولة الإمارات وعيد مملكة البحرين والذي نقول عسى الله يا رب العالمين يطول في عمارهم ويدومهم ويجعل أيامنا وإيامكم إن شاء الله أفراح وكل عام دولة الإمارات العربية والمتحدة وبخير والعالم مجمع الحفل كان شاهدا على عمق الروابط بين البحرين والإمارات الحضور من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي جاءوا ليشاركوا الأشقاء فرحتهم معبرين عن اعتزازهم بالعلاقات التي تجاوزت حدود الدبلوماسية لتصبح نموذجا للتآخي والتلاحم الخليجي الإمارات والبحرين قصة عشقا لا تنتهي يشهد لها تاريخ عريق وعلاقات وطيدة وشعبين متحابين متعاضدان في مختلف الظروف والأحوال أرسلتها هذه الرسالة جموع من حضر لتهنئة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة احتفالها بأعيادها الوطنية الثالثة والخمسين هنا من قلب العاصمة المنامة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين